اشتركوا في القناة تضاف الجهود المجموعة متدخلين في الموضوع حقوقيين كذلك أطباء للإسهام في بلورة العامل الصالح 100% في هذا الموضوع مشاهدين الكرام من بعد هذا الفيديو البارح كنشوف أول خروج إعلامي جي المتهمين في الملف العائلة ديالوم يتكلمنا عن الموضوع بطبيعة الحال لهم الحق أنهم يدافعوا العائلة ديالوم هذا شقون قانوني محد الضابط القضائية في صفوف الدرك الملكي داروا الواجب النيابة العامة طبيعة الحال دارت اللي عليها حالة الميل في القاضي التحقيق ستين تقل تفصيلي منمورها يخرج بقرار نهائي هذه المراحل للتقاضي القاضاء الجريس غير يصنع القرار ولكن اللي كان غريب في الموضوع في التصريح اللي خرجوا بي العائلة يتكلموا على هذه الإبنة برودة هناك سؤال هذه البنية اللي هي 12 لسانة كو كانت انتي بنتك كيف تحسي واش تتكلم على هذه الطريقة هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أنهم يدخلوا في أمور واتقين يقولوا بأنه البنية عندها 16 لسانة أنا سنجاوبهم سنقولوا هذا كلام فضفاض لا يستدل على أدلة وقائعة أنا لا سنجدوا بالكلام كما تشوفوا معنا هذا هو عقد الزياد دي الإبنة تزادت في 2010 ونحن في 2022 عندها 12 لسانة يعني مسألة لما قلنا أصغر أم في المغرب إنما كنا نعلم جيدا ما نقول مشاهدين الكرام تما كتكلموا الطفلة عندها 16 عام ولو نفترض يلازلت قاصر و16 عام تعرض لهذا شي ينتج عند هذا الإبن إما هو وقع الحال والواتق الحال المدني كما شيتوا معايا كتقول دريا عندها 12 عام تما تكلمتم بأنه هالطفلة 12 عام كتخرج وكتمشي كتسرح البهيم والأب دي لا ما عندوش البهيم وإحنا كنا في المنزل ديانو هو تبيع القزبر غادي دير القزبر غادي تسرحي القزبر مثلا لا نريد أن نغوص أو ندقيق في الهواميش هذه كل أمور هاميشية ما هي منوجها الموضوع الشيقين الشيق القانوني السادة المحامون والحقوقين كذلك نريد اللي عليهم النيابة العامة مشكورة ضابط القضائي يبطابي العرف صفوف الضارك وكذلك القضاء الجالس وسيد قضي التحقيق عارف الملف ولهم الصلاحية أنهم يتخذوا المتعين في الموضوع نحن ما ندخلوش في هذا الشيق نعلموش جولتيا من أي أحد ولكن النسي هذه الطريقة الطفلة 12 سنة يرضيتوا عدة 16 عقد سديد شتوها هذه الحالة مدنية شتوها يعني هذا دليل على ماذا ما تحركتش حاجة في هذه البنية سواء كانوا هذو اللي دارو لما داروش الشيق الإنساني الباراء لهذه الطفلة وهنا غير رجع للقاعدة باش غير نختم ديري هالناس اللي كي تكلمون لي هم العائلة دير مرتكبين الجرم حسب طبيعة الحال وما متهمين ولو من الحق في المرأة طبيعة حالي داتبو تعكس هذا الكلام ودي مراحل دير التقاضي ولكن حنف هذه البنية لوجه الله هنا غديمشي للشق الأخير أنه في إحدى الصراحة دير الأب مي قال لي واش أنا غدي نحارب مع ربعين دلخلق كل واحد كي حاربني من طريقة طريقة اللي كي تكلموا بها هذا دليل هلانو دكسيد الله يكون معاه ولكن في الأخير المغاربة لهم رأي آخر هناك ضدافر جهود من أجل محمد والعائلة ديال والإبنة في أوروبا في المغرب في خارج المغرب كل شي مشكور مشاهدين الكرام عما قريب غدي يكون عندنا وحد اللقاء معهم مع الجمعية اللي دخلت على الخط كذلك مع أطباء تبعوا معايا مشاهدين الكرام تعليق المواطن شكرا لكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر